ينقل لجنته للمكان اللي هو هيتوجد فيه أيام الانتخابات 26 27 28 ولكن فيه ناس بيقولك هل ممكن نعمل فيه للطلبة في الجامعات في غيره يعني دي مسألة تترك ليه الهيئة أو الهيئة الوطنية للانتخابات وطبعا ما يعنينا النزول لأنه فيه أكتر من حد بعتلة لأنه فيه ناس يعني أنه بعضهم بيقولك آه زي ما أنا قلت لكم هي دي اللغة ودي النغم واللي يقولك كده خلص خلي بالك منه هو مش عايزك تبقى موجود ومش عايزك تنزل ومش عايز ملايين ينزلوا ومش عايز طابير وعايز يصدر زي ما قلت لحضراتكم الصورة السلبية والعكسية ليه الخارج هذا هو قدي الرهانة على المصريين اللي انتوا بتتكلموا عليهم لأنه العالم بره بصص عليك العالم تشايفك روسيا عندهم انتخابات على فكرة يوماني جايين ما حدش بتكلم على روسيا ما حدش بتكلم على روسيا بتكلم على مصر من أول ما بدأنا بتكلم على مصر هو ببسط عليك أنت هو عايزك ليه بنقول كده انه ما خلص انت واقف عايز تاخد انت مش عايز تبقى تابع عايز تبقى عندك إرادة وقرار مستقل هو مش عايزك تبقى عندك إرادة وقرار مستقل خالص ده انت مبارح في مجلس الأمن أول مبارح مصر النهاردة بتطالب بتغيير منظومة مجلس الأمن انتم متخيلين ما دوبنا في مجلس الأمن والمبارح كان بيكلق بيقول كلمة مصر عايزين نغير منظومة اللي في مجلس الأمن انه ما بقاش في خمسة مسؤولين عن مجلس الأمن دير وشؤون العالم مصر بتعمل كده في إطار الإصلاح وانه لازم يكون في مقعدين لأفريقيا ومقعد الدول العربية مصر طلبة طلبات كبيرة جدا طب اللي انت بتعمله ده طبيعي معتاد يعني حد كان بيعمل كده او حد هيسيبك تعمل ده ولكن على الاقل انت النهاردة بتقدر تقول الرأي ده قبل كده حصل وبعد كده سيكت الموضوع النهاردة لا النهاردة أول مبارح كلمة مصر مدوب مصر في الأمم المتحدة احنا بنطالب ولازم إصلاحات المنظومة الأممية وما يبقاش فيه خمسة عضاء دائمين بس لازم موضوع يتسع لأعضاء آخرين وافريقيا لازم يكون لها مقعدين على الأقل عضوية دائمة ولهم حق النقض الفيتو كلام واضح طب انت قصد مين لما بتعمل كده والترتيبات اللي بتتم وحقوقنا ولي سبتوه هم كلام قبل كده الأمور عندك كده هو ده الوضع اللي انت عليه الوضع الدول اللي انت عليه الناس مش هتسكتلك ان انت صوتك عالي وان انت بتطلب بحقوقك وحقوق القارة وحقوق كمان الدول العربية انت مش بتكلم بالسنة بس بتكلم كمان بالسنة القارة وبتكلم بالسنة لأشقاء العرب يبقى عندك لا ده انت بتكبر حدش عايزك تكبر انت يبقى لا تبقى قوة مش عايزك حد تبقى عندك قوة عايزك دايما منكسر مش عايز يبقى ليك إرادة طيب اذا هو بيكلمك على خونا دول بيكلموك على ايه على الدين والأردغان عملية والمبارح تكلم على ايه قالك حد فيهم تكلم ابدا ميقدروش يدخلوا السجن مش يرحلهم يدخلوا السجن اردغان قال ايه يوم الخميس علينا تحديث احكام الاسلام اردغان وانه لا يمكن تطبيق احكام صدرت قبل قرون مين بيعمل كده ده الخليفة الخليفة بتاعهم حد فيهم فتح بقه حد تكلم على اردغان يقترب من ايه قالك ايه اردغان تبقى ليه روسيا اليوم قالت انه بالنسبة يوم المرأة العالمي قال انه لابد من فتح باب الاجتهاد من جديد لكي يكون الاسلام قادرا على قيادة الحياة الحديثة وقال انه الاسلام يحتاج الى تحديث ولا يمكن تطبيق الاسلام باحكام صدرت قبل 14 و 15 قرنا وتطبيق الاسلام اردغان اللي بيقول الكلام ده طلع اي حد من من الخوانة دول اتكلم على الاردغان وقال له انت بتعمل ايه وبتدور على ايه وعايز تعمل ايه في الدين وفي الاسلام وتطبيق الاسلام يختلف حسب المكان والزمان والظروف اردغان اتكلموا عليه لا انت في مصر هنا فاكرين لما اتكلموا التجديد وعايزين قامت الدنيا قامت الدنيا طب هو الامام بتاعكم قال لكم انا لا يمكن كمان هنطبق يمكن تطبيق الاسلام باحكام صدرت من 14 و 15 قرن يعني لا عايز يعدل حسب الهوى طب اول مبارح اردغان من روش علاقة انه بيطبق شريعة ولا الكلام ده خالص انسوا اول مبارح عامليه مظاهرة تمثليين مظاهرة ضخمة جدا اسطنبول عشرات الالاف قال بيطلبوا بكل الحقوق بتاعتهم مظاهرة ضخمة حد منحها الاعلام التركي هو اللي زح مش احنا العام التركي هو اللي زع هو اللي تكلم وبيطلبوا ويو بيعملوا ايه لكن اي حاجة تحصل هو عينه على هنا هو هناك ملوهش علاقة هو بيطلع من هناك وبيصدر من هناك وبيتمول من هناك ميقدرش يتكلم على اللي بيحصل عنده على الفجور اللي بيحصل عنده جنبه في الشرع اللي هو فيه ويمكن في البرج اللي هو بيطلع منه ما يقدرش لكن هو عينه على مين؟ على مصر أنا عايزة وقع على البلد دي مش عايزة البلد دي تبقى موجودة مش عايزها ومش عايزة تنزل الانتخابات ومش عايزة يبقى ليك إرادة ومش عايزة يبقى عندك قوة ولا يبقى عندك ولا يبقى فيه أصلا قوات تحميك لا جيش ولا شرطة وعايز خرابة